أهلا بحضراتكم من جديد ونرجع لدفنا الصحفي أشرف شرف وإحنا بنحتفل بعد ملاد الزعيم عاد الإمام الأربعة وتمانين ربنا يدينه الصحة والعافية دايما الحقيقة أنه جيل عاد الإمام دايما كان عندهم رؤية في القضايا اللي بيختاروها سواء في المصرح أو في السنمة أو في التلفزيون دايما فيه رؤية مختلفة في السيناريو إزاي الزعيم عاد الإمام كان بيضيف هذه الرؤية ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل على أنه مثلا فيلم زي التجربة الدنيماركية السيناريو ده غير سبع مرات سبع مرات في البداية فيلم التجربة الدنيماركية كانت نعتبر مرحلة جديدة في حياة عاد الإمام فهو كان ألآن جدا من السيناريو وكمان البطلة جديدة أول مرة تمثل وهو اللي اختر عني كل سابق وأول مرة كانت منه الغنى للسينما وهو اللي اخترها يعني عاد الإمام عنده ميزة نوال اللي بيختار هو يعني أشطر ممثل جي في تاريخ مصر بيعمل كاستنج للأدوار حتى لو دور يعني بيعد من قدام الكاميرا فكان المرحلة هذي ناس عدت من قدام الكاميرا مع الزحيم بقى نجوم بقى نجوم طبعا الحقيقة وعمل ده معها كتير جدا مع جيل كبير جدا من كوميديات مع هنيدي مع العلاق والدين الله يرحمه وعندوقت تلاقي أحاديث معظم الفنانين إنه إحنا يعني هو ليه فضل كبير عليه ميكي شافه في إيش دبور فجابه في مورجان يعني مشهدين في مورجان بقى في حتة تانية أحمد ميكي المرحلة دي الحوار ده قالهولي السيد عصام إمام وأنا من ضمن الحوارات يعني إنه هو كان ألآن جدا وكان شايف إنه السيناريو محتاجة تشد طولوقت عمالة يقول يوسف السيناريو في حاجة السيناريو عايزي فاتكتب حوالي سبع مرات عشان يقتنع الزعيم إنه يدخله وهو طبعا بيسق في شخيقه وعصام إمام لأنه منتج لفيلم من أهم أفلامه اللي هو الإرهاب والكباب وده برضو لي قصة طريفة جدا ممكن نحكيها لحضرتك إنه السيد وحيد حامد كان بيكتف في مجلة صباح الخير مقالات فأصام إمام رايح يشرب معاه في إنجان قهوة على الصبح كده على فيه قطيل شهير جدا السيد وحيد بيكتف فيه فقال له خدي يا عصام أدخل حمام خدي أقرى المقال الجديد ده فأرى فاتصل بالأستاذ عادل قال له وحيد كاتب عن شاب أو مواطن بيدخل مجمع التحرير ما بيخرجش ووقتها الأستاذ عادل كان بيعرض بادي جارد في لبنان قال له موضي وحيد وقوله ده فيلم عادل إمام الجديد وبالفعل وده تحول عصام إمام من صديق الوحيد حامد لمنتج هو طبعا نشوف عصام بينتج مسرح هو اللي أنتك كده أوكي وكل المسرحيات المهمة جدا يعني وسبعة اثنين سبعة وكعب عالي وكل المسرحيات المشهورة يعني تحول من منتج مسرح لمنتج سينما عشان يعمل الإرهاب والكباب واحدة من أهم التجارب السينمائية الحقيقة أعتقد أنه دي خصة طريفة جدا جدا تحول من مقال صحفي لفيلم سينمائي مهم جدا صحيح وحن نتكلم عن البطلات يمكن أغلب المسرحيات البطلات كانوا بيتغيروا في اللحظات الأخيرة وأنا بعمل رحلة كده كتشفت أنه أستاذ عاد الإمام مفيش بطلة بتعيش له في المصر بالمعنى الداري عرض طويلة جدا 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 يعني والحظ أنه بيخدم بطلات أخريات تبقى هي جاية ضيفة على المسرحية فتتصور فيها فتحسب لها المسرحية يعني أنا وأنا عملت سلسلة حورات معا عشرين صف النصر وقالت لنا أنا أدمان أن أنا ضيعت تسع سنين من عمري وأنا بعرض بادي جارد وفي الآخر تصورت برغضة يعني برضو تسع سنين أنت بتشتغلي والبطلة والرواية بتاعتك وكده وفي الآخر خالص تبقى بإسم حد تاني أستاذ عاد الإمام كانت البطلة أقول لها في شهد ما شافش حاجة ممكن لحدش يغارف المعلومة دي كانت هالة فاخر والدتها توفت فجت كملت ناهد جبر وتصورت بناهد جبر في الوقت سيد الشغال كانت سوسن بدر فعملت عملية فجت مكانها مشير اسماعيل فتصورت بمشير اسماعيل فأصبحت شاهد ما شافش حاجة بطلة هالة فاخر بدلا من ناهد جبر بدلا من هالة فاخر وفي الوقت سيد الشغال مشير اسماعيل بدلا من سوسن بدر بادي جارد دول خمس ست بطلات وراء بعض يعني رغضة في الأول وبعدين مشت اعتطرت عن استكمال المسرحية جت مكانها منال عفيفي وبعدين مشت جت مكان هديدة وبعدين مشت جت شريرين صف النصر كمالت تسع سنين وبعدين في الآخر خالص والسعادل التقى صدفة برضو من الحكايات اللي محدش عرفها التقى صدفة هو رايح العراق يعرض المسرحية بمدام راغض قال لها أنت وعداني لما جا صور المسرحية تبقى أنت اللي معايا زي ما أنت بدأت العرض ننهي سوا وقد كان ويمكن نحن نتكلم عن البطلات اللي شاركوا مع الزعيم عاد الإمام دايما تتجي في دماغيا على طول يسرى طبعا يعني يمكن كان دويته كلنا بنعشق تقريبا عملوا مع بعض 17 فيلم فبالتأكيد الكتاب لازم يكون بيتكلم عن يسرى إذا كنت نتكلم على شخصات حاجة زائج يسرى عاملة جواب بتتكلم فيه عن حبها للأستاذ عاد الإمام من لسبالها يسرى دائمة الحديث عن عاد الإمام في كل مكان 17 فيلم ده رقم كبير جدا في تاريخ الأستاذ وبعدها لب لب 14 فيلم 17 فيلم من تجارب المهمة جدا من الكواليس كمان محدش يعرفها إنه هي راحت تتصل بيها كانت فيه بطل أخرى فيه الإنسان يعيش مرة واحدة إخرج سيمون صالح لأليف أستاذ وحيد حامد الله يرحمه واختلف الأستاذ عادل معاها فمشاها فكلم يسرى قال لها تعالي هاتي طأمين واحد السود وحاجة تاني فخدت فلوس يعني خدت هدوم من واحدة صعبتها وراحت له مرسة مطروحة حتى تصور الفيلم قلت له بس أنا ماضية مع أحمد زاكي فيلم لا أكذب ولكني أتجمل فقال لها أنا هكلم لك الأستاذ مندوح الليسي وتعالي وبالفعل راحت والأستاذ مندوح الليسي قال له والأستاذ عادل شوف بطلة تانية لأكذب ولكني أتجمل وجات أصار الحكيم بدلا من يسرى ويسرى بقت بطلة إنسان يعيش مراحل طبعا ما نقدرش ننسك رأيكم في الشارع المنسي حاجات كتيرة جدا جدا نحية طيور الظلام سمسال أشهر مع أستاذ وحيد حامد أستاذ شريف عرفة طبعا دي حاجة مهمة جدا في مشواره يسرى وطبعا المولد وغيره وغيره من الأفلام المهمة جزيرة الشيطان جزيرة الشيطان يسرى من الحكايات الطريفة أنه أستاذ عادل طالع في جزء تاني من الفيلم ودي ما حصلتش إنه بطل ونجم بهذا الحجم يبقى هو في البطل يعني هي الحكاية بدأ بيسرى بتفاصيل الذهب وأنهم بيدوروا على العد لحد ما يروحوا طابة وأول فيلم مصري يتصور في طابة بعد رجعها كنا برضو بنتكلم عن الأدوار اللي اعتذر عنها الزعيم عند إمام أدوار كبيرة رقفة الهجانة حكسها تطلع حلوة وغيرها كتير زي تناولت ده في الكتاب والأدوار دي وردو أخذ صنعت رجوم تانيين آخرين يعني طبعا بداية من طائر الليل الحزين اللي عمله أستاذ مهود عبد العزيز أعتذر عنه أستاذ عادل فجهة أستاذ مهود عبد العزيز بدأ منه إخراجه أستاذ زيحيا العالمي وتأليفه أستاذ وحيد حامد وتعمل بعد الإمام في الإزاع بس ما تعملش بعد الإمام في السينما وده كانت غريبة شوية لأنه عمل على باب الوزير مثلا في الإزاع هو البطل وهو عمله في السينما هو البطل وكمان عمل الإنسان يعيش مورة واحدة في الإزاع ونجح وكسر الدنيا وعمله في السينما طر للحزين هو ما يحبش التركيبة وقرر أنه يعتذر فجهة أستاذ مهود عبد العزيز الكتكات وغيره غيره من الأفلام المهمة سواء لوتبيز ده من العلامات اللي في تاريخ نور الشريف وأول فيلم مصر يأخذ جائزة مهمة في الهند يعتذر عنه زي كان شايف أنه دور حسن السواء ده دور سلبي وما بيأخدش حقه وما بنتقمش ماذا المنسي ماذا كل الأدوار اللي هو البطل في الآخر بينتصر لقيمه أو دايما بيبقى في السيناريو فيه فكرة الصراع بتصرع بطل أو تصرع شخص بزو سلطة أو طبيعة أو أي صراع شايف أنه حسن سلبي فسلبيت الشخصية وطبعا اعتذر المراشحة برضو من المفاجآت اللي أنا عاملها في الكتاب أنه اعتذر عن المهاجر المصير آسف للأستاذ يوسف شعين وقال له أنه مهما عملت معاك هيبقى فيلم يوسف شعين في الآخر فمش هنفع عن اشتغل سواء من وجهة نظرك مدرسة عدل إمام ودي المدرسة والدولة الفنية الأهم يعني من وجهة نظري ويمكن أنت تتولت ده في النقال إيه أهم يعني المواد اللي في المدرسة دي أو النقاط الهامة اللي بتميز المدرسة دي واللي تخليها جيل بعد جيل مجتمعين على حب عدل إمام الزكاء الزكاء الفني وإنه زي تقدر تستمر بياما نجوم طلعوا واختفوا أو ياما نجوم طلعوا وما كانوش بهذا البريق والحجم الحقيقة عدل إمامة زكي جدا وصر جدا وقارئ غريب وقاعد بيتفرج على الناس وبيتابق وده عنده حاجة وما عندهش عنده في جملة بديعة لتالي أستاذ الرقضة يعني أنه عنده تعين ثالثة يعني بيشوف الناس يعني بيشوف الناس بطريقة مختلفة تماما ويسرى مرة قالتلي جملة مش قادر أنساها برضو أنه يقول لها فلان وحش فتقول له لا ده كويس جدا يقول لها فلان وحش من أول ما يشوفه فتيجيله بعد طوله كان عندك حق وعنده فراسة غير عادية في خراءة البشر ويمكن الشفافية والمصدقية والفراسة دي يعني خلته بيوصل لقلوب الناس بهذا الشكل الحقيقة مستمتع بالحديث جدا أنا مشكرت شكرا جزيلا الكاذب الصحفي أشرف شارف شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى احتفالك معنا بعد ملال الزعيم عادل إمامة أنا اللي مشكرت جدا شكرا جزيلا بنحبك يا زعيم وحنفضل نحبك وتعيش ودايما في صحة وسعادة يا رب وتشوف قد إيه المصريين والعالم العربي والعالم كله بيحبك وبيحتفل بيك على مر التاريخ ودايما أنت الدولة الفنية المتحركة فعلا اللي بتملينا فخر وحب شكرا جزيلا لمتابعاتكم النهاردة ودايما نشوفكم على ألف خير شكرا جزيلا older نهاية الثقناة